بعد تصنيفها أيلة للسقود من قبل المصالح المختصة بمقاطعة أنفا تم إخبار ساكنة البنايات المحيطة بداريح سيد عبد الرحمن بعين دياب بمغادرة المكان لهدم المنازل المهددة بالانهيار وإعادة تأهيل الدريح وتحويله إلى موقع أثري وسياحي بأبعاد روحية حسن لحمدي منهم من يقتن هنا قبل أربعين سنة ومنهم من ارتبط معيشه بداريح السيد عبد الرحمن بينما آخرون ينشطون خارج الجسر سمح لنا بالولوج لمساكنهم التي تخيم عليها الرطوبة في بحر الأسبوع الماضي تم تبلغ السكان بمغادرة المكان من قبل مقاطعة أنفا في هذا الإطار خرجوا ليجان مخصى الإطار مكونة من جميع المصالح وقامت بزيارة ميدانية للضارح تبين وجود 37 بناية فيع شوائية في المحيط للضارح هذا الشاب يقتن هنا قبل أربعين سنة فوجئ بقرار المغادرة الذي حسمت فيه اللجنة المختلطة نحن تبلغنا بالإفراغ وعرفنا هذا الشيء غادي يتهدم غادي يبقى غير الضارح واقف بوحده ولكن خشوية الإنصاف هيكلة الضارح وتأهيله هو قرار بين يدي المسؤولين عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لإعادة الإشعاء لهذا الضارح من أجل تأهيل بعض المواقع الاستراتيجية والأساسية في مدينة الضربيضان ويأتي على رأسها سيد بليوتو سيد عبد الرحمن من أجل أن تعود لها تلك الصفة التي كانت للولي قديما وهي صفة التوجيه والتأطير العلمي والتربوي منذ مدات تم عقد مجموعة الاجتماعات مع المصالح المعنية ومع بحضور الأوقاف والشؤون الإسلامية فتبين أن محيط ضارح سيد عبد الرحمن الكائن بعين الدياب به مجموعة البنايات التي هي عشوائية وبالتالي تهدد الساكنة وتهدد المارة فتم إصدار مجموعة القرارات من طرف مصالح مقاطعة أنفا قصد الإفراغ ومنع النزول بهذه البنايات مقالات وتدوينات على صفحة مواقع التواصل الجماعي تناولت الموضوع تطالب بإعادة النظر فيما يحدث هنا بالمقابل تعكف الإدارة على إخراج مشروع بطابع روحاني وسياحي ينسجم مع خصوصية الشرط الساحل